سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة مرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة محبة إلهنا الصالح تلمس قلوبكم النهار ده وحياتكم وكل سنة وإنتم طيبين بمناسبة عيد الحب عيد الحب هيكون الأسبوع ده وحتشوفوا في الأعداد هيكون يمكن توافق يوم عيد الحب نفسه ولكن أنا حبيت أني أعيد عليكم وأقول لكم أن الحب شيء مهم في حياتنا وبصلي أنكم تتواصلوا مع مصدر الحب الحقيقي فيملأ قلبكم وبيوتكم بحضوره وتغييره وسلامه مصدر الحب الحقيقي اللي هو الله الله محبة وأبنائه الأحياء بيه ولاد الرب اللي بيسمعوني النهار ده أنتم أحياء بيه وفيه أنتم أيضا موصل جيد لمحبة الله للي حواليكم أبناء الله اللي بيعرفوا وبيصدقوا المحبة التي لله فينا الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والمحبة بتكون فيه المحبة الحقيقية محبة مضحية باذلة معطية لا ترى العيوب والنواقس ولكنها ترى اللي ممكن يكون وترى الاحتياج وتمد يد المعونة في وقت الاحتياج زي ما هي محبة المسيح المسيح اللي بيين محبته لنا إذ ونحن بعد خطى مات المسيح من أجلنا محبة تعطينا الأمان وتطرح الخوف خارجا زي ما الكتاب بيقول عشان كده النهاردة بدعوكم يا أبناء الله إنكم تكونوا صورة المسيح للي حواليكم يروا فيكم الحق ويعرفوا من خلالكم الحق في المسيح وهذا الحق يحررهم الحرية الحقيقية ويتعرفوا على مصدر الحب الحقيقية كل عيد حب وإنتم في عمق محبة الله جميعا دلوقتي بقى أرجع لموضوع حلقة النهاردة أنوان حلقتنا النهاردة هو السكوت عن المباحة أنا الحقيقة احتارت جدا في الأسبوعين اللي فاتوا دول وأنا يعني بشاهد وأقرأ ما يدور من أحداث بين الأزهر والشيخ الطيب والإعلام بصفة عامة في موضوع إباحة ضرب المرأة ويعني تدخله في الحياة الاجتماعية للمرأة في العالم الإسلامي كله ومش بس مصر لأن الأزهر عندما يقول ويقرر هو يقول ويقرر ما يقوله القرآن والشرح مش كده ولا يؤثر فقط على مصر ولكن يؤثر على المسلمين في العالم كله فموضوع ضرب المرأة والتضارب ده مع القوانين اللي الدولة بتحاول تغيرها أو في قانون الأحوال الشخصية اللي يعني الأزهر مفرمله معرقله وعندما يسأل الأزهر هو أنتوا ليه معترضين على التغيرات في قانون الأحوال الشخصية ما بنسمعش رد هم فعلا معرقلين ولا لأ هم فعلا معترضين ولا لأ معترضين على إيه محناش عارفين لكن يعني بين الحين والحين كده بتحصل حاجات زي دي فانا اكتشف اللي تحت الغطا أنا توقفت عند كلمة شيخ الأزهر في موضوع الضرب ده بأنه مباح ولكن بضوابط بضوابط قال يعني شيخ الأزهر الكلام ده حديثا لكن هل هو جاب حاجة جديدة يعني أنه الضرب المرأة مباح ولكن بضوابط دي مش حاجة جديدة علينا يعني ما عملنا عليها 900 حلقة والناس كلها بتتكلم عليها والستات كلها وحقوق الإنسان كلهم بيعترضوا عليها أنت قلتني الحاجة جديدة الجديد هو تقديم فكرة بالنسبة لي أنا هو فكرة المباح إيه موضوع المباح ده بس إيه يقولك ضرب المرأة مباح لكن بضوابط مباح دي نقولها ونجري يجري بسرعة كده افتكرت بقى وأنا بسمع موضوع إباحة الضرب ده والمباح من الكثير من الأصول الإسلامية اللي يوقفوها كده بمزاجهم يوقفوها ويشغلوها بمزاجهم عندما يكون هذا في صالح المنظومة افتكرت شهر زاد والعبارة المشهورة بتاعتها لما تقولك كده تسمع الصوت ييجي كده يقولك وأترك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح أنا بقى النهارده عايز أقول إنه فيه كلام مباح ولكن مسكوت عنه فألف وليلة وليلة كانت شهر زاد خايفة على نفسها وعلى بنات جنسها من الفناء فمسكت العصاية من النص بزكاء عشان تحافظ على إيه؟ علشان تحافظ على حياتها من شهريار الملك اللي كان كل ليلة بيقتل وحدة ست حيخلص عليها وعلى بنات جنسها فقررت إنها تحكي له حكاية ليها معاني كبيرة والمعاني دي فيها تورية عن ظلم هذا الملك مش كده؟ وتقف عن الكلام المباح في القصة علشان تمنعه من القضاء عليها لتعيش إلى يوم آخر أنا شايف بقى هنا الأظهر والكثير من شيوخ المسلمين اللي بيواروا المباح يغطو كده بكلام معاصر يحفظ ماء الوجه ويبقي على نسمة الحياة الباقية لهم علشان يحافظوا على سلطانهم ومواقاهم إلى حين؟ إلى حين؟ إلى حين إيه بقى؟ إلى حين أن يزول شهريار العصر وهنا بقى أنا ما بقصدش الحاكم بل التنوير الفكر المعارض مش الحاكم بس لإن إحنا مثلا في مواجهة في مسألة الأظهر هنا إحنا في مواجهة في مصر رئيس دولة بيقول إحنا لازم نجدد الخطاب الديني ومصر على إنه يكون في تغيير في القوانين وتغيير في العلاقات في البلد وتغيير في الوعي الإنساني وتغيير في الدولة عموما يعني وتحس كده إنه من أول يوم لما قاله كده أنت تعبتني يا فضلت الشيخ مازلنا إحنا لسه محصولين كده في حتة أنت تعبتني يا فضلت الشيخ ومازال شيخ الأظهر وأعوانه وهذه المنظومة جمعها بيحكوا حكاية كده يخضروا بيها الملك لحد ما يزول الملك أو يتغير الوضع أو يعني يشموا نفسهم تاني بيعني نسمة حياة جديدة للسلطان الديني الأظهر لا يواجه الآن فقط منظومة الدولة ولكنه أيضا يواجه الفكر التنويري الاعتراضات الحقيقية الناس اللي بتبص الإسلام وتقول ده مش ممكن يبقى دين فأنا طبعا هنا ما بضعش التنوير ولا الحاكم في مكان شهريار الظالم لكن هدفي أننا نواجه فكرة موضوع السكوت عن المباح عايزة أقول إيه حرفة جديدة حاجة جديدة اكتسبوها أداة جديدة اكتسبوها أو أحيوها مرة أخرى هي على فكرة في أصلها التقية هي في أصلها التقية دي بقى نوع التقية السني المباح نتهرب من الحقيقة بترقيع الكلام خلينا نبص كده على الحكاية من البداية البداية حديث الأستاذ عمر أديب عن ضرب المرأة في برنامج الحكاية بتاعه بيقول كده إنه شيخ الأزهر في جريدة الشروق بيقول إن ضرب الزوجة مشروط بعدم كسر العظام والإيزاء ومشروط بحدود دي جملة منقولة نقالها عمر أديب عن جريدة الشروق طب نعمل إيه بقى؟ نعمل إيه؟ عندما يقف المجتمع ويواجه رجال الدين بيقروا في مجتمع تضرب فيه النساء بنسبة أكتر من 60% وتعنف النساء عموما بنسبة فوق النص المجتمع ويجي شيخ الأزهر يقول لنا هو الدين بيقول إيه؟ أيوة هو كده اضربه بس ما تكسرش العظم هو هل هو ده كل الكلام اللي قاله؟ لا هو قال كلام تاني حنشوف الكلام التاني عشان طلعوا علينا بقى إيه الناس اللي عمالين يقولوا لا هو ما قالش كده أنتوا بتقطعوا من الكلام لا هو مش المسألة الاقتطاع من الكلام أنا مع عمر أديب وكل الإعلاميين اللي تكلموا في هذا الموضوع وكل المستنرين اللي تكلموا في هذا الموضوع لأن كل كلمة هنا فيها مصيبة لوحدها الضرب مباح لكن بحدود الضرب مباح بدون بشرط عدم كسر العظم والإزاء والإزاء مشروط بحدود يعني أنت تسمح بالضرب للمرأة وبقى أنت رجع تقول أنا ما فضلوش يعني يعني إيه يعني ده مش اختياري بس إيه فيه سيتات ما تجيش غير بكده حنشوفه هو نسمعه هو بيقول كده الإنسان إنسان ومش حاسأل السؤال بقى بتعتبر الراجل لما يغلط الست تضربه ولا لأ لأنه مش ده الهدف يعني مش ده الهدف هو الهدف الهدف أنك تعرف أنك لما تقول كلمة بشرط عدم كسر العظم أنت على فكرة لم تختلف عن بقية الفقهاء اللي من دلوقتي لألف وربعمائة سنة فاته إلى أيام محمد مع أن محمد ربط ده عمل إيه أنت بتقولش جديد وبقول للمشاهدين الكلام ده مش جديد محمد لما قال لا تقبح الوجه اضربها بس لا تقبح الوجه علشان إيه ما ينفعش إنك تضربها فتقبح وجهها وتضربها ده ضرب العبيد وفي هذا يبيح ضرب العبيد وبعدين تضجعها مش إنك ما تضربهاش عشان كرمتها ولأنها إنسانة زيك ولأنه داعب وحرم وغلط لا ما تضربهاش عشان في الآخر حتضجعها بتتحكوا على مين شايفين الإباحة فين يعني الواحد نازم يقولها دي أباحة مش إباحة وهذا هو السكوت عن المباح السكوت عن الكلام المباح الحقيقة انت ساكت لإنك مكسوف انت ساكت لإنك مش قادر تطبق ده دلوقتي وعايز تغطي قولك اكفي على الخبر مجور فالخناعة بقى اللي حصلت إنه الناس اعتردت طب انتوا عايزين تفضلوا تلطاشوا فينا والناس ما تعتردش أنا مش بتكلم على أشخاص أنا بتكلم على أشخاص يقودهم فكرة ديني فاسد وليس من الله في شيء وبعدين ابتدت بقى الناس تعمل إباءة المدافعين بقى كل من يعني يدلي بدلو في إنه يقولك بقى إيه لأ شيخ الأزهر انتوا بتقطعوا وكأنه مثلا شيخ الأزهر ده صلى الله عليه وسلم فأنا متوقعة إنه تحصل لنا حملة بعد شوية ويعملوا إيه قاطعوا عمر أديب قاطعوا بقناة مش عارف إيه وتبقى بدل إلا رسول الله تبقى إلا شيخ الطاق إلا شيخ الأزهر ومش الشيخ الأزهر في ذاته هو الرمز عشان كده مبروك عطية قاعد يقولك يعني لا تلمسوا الرموز رمز مين يعني إيه رمز مين رؤساء الجمهورية ينتقدوا بالحق الدستوري ما حدش يقولي لا أنتقد رئيس الجمهورية جمهورية البلد اللي أنا عايشة فيها مصر بقى أفغانستان فاكستان دولة غربية الدستور في الدول المتقدمة لا يمنع أنك تنتقد الرئيس وما يحبسكش لو شتمتوا حد إيه رأيكم الكثير من الدول الغربية كده لكن إحنا لأ تقولك لا تلمسوا الرموز وخاصة الرموز الدينية هنشوف ليه هذه الحصانة الإلهية وما أنت رجعوا تقولوا لنا إنه المسيحيين هم اللي بيقدسوا مش عارف إيه وعندهم سقوق وفران إيه والكلام ده كله يعني دائما اللي بيتهمك بشيء بيبقى هو عايشه وعمله فدلوقتي بقى الناس دول اللي طلعوا عشان يدفعوا عنه قالك إيه أنتوا لم يعني ما سمعتوش الكلام كله وقعدوا بقى يرجعوا لفيديو قديم من 2019 لو سمحتوا كل واحد فيكم يروح يسمع الفيديو بالكامل أنا خدت منه 30 ثانية كده علشان خاطر يعني نفتح باب النقاش ونشوف هل كان بيقول كلام أفضل ولا مش أفضل خلينا نشوف الفيديو الأولين كلمة ضرب يجب أن نفهمها على الضرب الذي أبيح نعم في حالة معينة باعتباره دواء لعل ضارئة دين تعريف هذا الضرب المباح حتى يفرق المشاهدين بينه وبين ما يخطر أو ما يبادر إلى ذهن المشاهدين عن كلمة الضرب ماذا يفهم السامعة؟ يفهم أن هذا حق مطلق حينما يريد الزوج أن يضرب زوجته لأي سبب من الأسباب وهذا لم يقل به الإسلام ولم يقل به القرآن ولم يأتي به الشرع وليس من المعقول أن تأتي به شريعة ولا نظام محترم عندك حق بس القرآن أتى بدأ والقرآن لم يفصل ولم يحدد ولكن محمد حدد وفصل هو قال صحيح ما تضربش الوجه عشان ما تقبح حاش لكن يعني اللي قدمه لنا خليني أعلق تعليق عمل اللي قدمه في الفيديو ده يقولك الضرب الذي أبيح أرجع تاني هناك شيء فيه ضرب أباحه هذا الإله بس الأزواج لازم يفهموا أنه الضرب ده لأسباب معينة غالبا لما ترفض أنها تكون معاه أو أنها تدخل بيته حد هو مش عايزه أو أنها تخرج من غير إذنه مخالفة الزوج أنتوا هتحددوا هلنا في 3-4 حاجات لا هي العامة كده مخالفة الزوج وإصرارها على أنها تخالف فينصحها ويوعزها ويهجرها ومش عارف إيه وأن يضرعها هو كده فالفكرة الزكوري يقولك ما أنت اللي جبتين لنفسك ما بتسمعيش الكلام ليه مفهوم ملكية الزوجة على أنها شيء كلامك لم يغير شيء في الأمر مش بس كده أنت جدتك حالة عاماتها ولسا تعميها أكتر وأن يقولك إيه هذا لم يقل به الإسلام ولا الشرع ولا السنة ولا يمكن أن يأتي به نظام محترم عارف مين اللي قتى بيه محمد لما رحولوا الستات يشتكونوا من الضرب فقال لهم لا تضربوا النساء فجالوا عمر وقالوا إزاي زقرت علينا النساء ما نضربهمش إزاي فقالوا طيب ما عليش روحوا ضربوه وباتت نساء المدينة تصرخ طول الليل ده كان ضرب علشان خاطر يقولوا لكل النساء اتعزوا احفظي مركزك هو كده نعم لا يمكن أن يأتي بهذا الفكر نظام محترم ولكن الإسلام أتى به ومحمد قراره ولا تستطيع أنك تقول الحديث ده مش صحيح مثلا حد يقولي أن ده مش حديث صحيح خلينا نشوف الصورة اللي بعد كده الشيخ الأزهر بيقول هنا أنه ضرب الزوجة ليس فردة أو سنة لكنه أمر مباح لمواجهة الزوجة الناشز وكسر كبرياءها وصولا للحفاظ على الأسرة من الضياع يعني إذا ما ضربش الزوجة اللي عايزة تروح تزور أهلها وهو مش عايزة تروح تزور أهلها واللي عايزة تنزل للكوفير وترجع من غير ما تقوله أنا راحة وجاية أو تختار إنها مثلا تقابل واحدة صحبتها هو مش عجباه مثلا يعني مثلا يقولك بقى إيه ده تتضرب علشان بعد كده إيه المجتمع ما يحصلش فيه تشرد العيلة ما يحصلش فيها تشرد وتوضع ويوضع على عاطق المرأة إنها إن لم تعيش كالجارية تؤمر وتطيع تتشرد الأسرة للأسف للأسف يعني أنا أذكر إنه وإحنا بنكبر كده كنا نسمع إيه يعني موضوع الكرامة في الجواز ده بيعمل مشاكل ما فيش بين الرجل ومراته كرامة في مفاهيم كارثية يجب إنها تتغير لإنها غير متصلة بالله أنا افتكرت الموضوع ده النهار ده والحقيقة أدهشني وبفكر إن أنا أعمل جديا حلقة في الموضوع ده الأمهات اللي كانوا بيقولوا لنا كده والستات اللي كانوا بيقول لنا كده ما فيش بين الرجل ومراته كرامة هم نفسهم وهينت كرامتهم وتربوا على إنه الرجل يمكن يهين ويتفوت له ويعني الموضوع يعني الكرامة والجلالة ما تخوتكيش قوي كده فوتي وخلاص عشان إيه عشان العيال عشان الأسرة تعيش لكن الكرامة حق إنساني وبين الزوج والزوجة تعطى الكرامة لله في العلاقة المتصلة بالله الحقيقي ممكن أفوت لو غلط فيها وما أخدهاش على نفسي وأقول يمكن هو بيمر بظرفه أو الحاجة لكن لازم هو كمان يبقى عارف إنه الإهانة بتهينه هو كمان وأنا هو واحد فيه فرق بين إنه الإنسان ما يكون لهش كرامة وفيه فرق بين الإنسان ما تكونش ذاته هي المركز والرجال في المجتمع الإسلامي زوتهم المركز هم المركز في كل شيء ليه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض هو اللي فضله هو اللي قال له أنت حسن وبما أنفقه يعني فيه فرق هو فضله وكمان إداله تفضيل بما أنفق لكنهم فضلوا خليني يسألكوا سؤال فيه حد أنا أسفبش هسألكوا سؤال أنا حرد على سؤال السؤال بيقول إيه؟ واحد بعت كده لمركز الفتوى بيقول له سمعت من بعض العلماء بأن الآية الرابعة الثلاثين من سورة النساء التي تجيز للزوج أن يقوم بضرب زوجته برفق قد تم نسخها بأول عشرين آية من سورة النور هو بيقول اللي بتتكلم عن اللي عن فقلولي هل ده صحيح ولا لا فبيقول كده أنه الآية المقصودة اللي هي الرجال قومون على النساء إلى آخره واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبقوا عليهن سبيل أن الله كان عليها كبيرا بيقول له ليست هذه الآية بمنسوخة بل هي آية محكمة حكمها نافذ ثابت إلى يوم القيامة والدليل على ذلك أمور كثيرة إن الأصل والآيات والأحاديث هو ثبوت العمل بها وعدم القول بنسخها حتى يرد الدليل الصحيح على إنها منسوخة والأصل عندنا إنها لم تنسخ فاللي عايز يحور الآية ويقولك إن الآية دي نسخت بالملعنة لازم تبقوا فاهمين إنه ده مش صحيح واللي عايز بقى يعمل تفسيره الخاص زي الأستاذ الإسلام البحيري دي حاجة تانية حنتكلم فيها هل الآية دي معددة بما هو موجود في السنة أيوة طبعا طبعا يقولك محمد لم يضرب أحد قط لأ دهرب عيشة لما مشيت وراء غصبا عن يعني وهو شايفها وقالت هي كده بقها فلا هدني في صدري لا هدتا أوجعتني وقصة نساء المدينة اللي أنا لسا حكيها لكم موجود في السنة أيوة موجود في السنة كيف لا نتبع ما قرروا محمد كيف يمكن لشيوخ الأزهر إنهم لا يتبعوا ما صنع محمد لكن يقدروا إيه يسكتوا عنه شوي حطوه على جنب شوي لحد ما الناس تنام خلينا أخذ مكالمة أنا الأخت في ريال أهلا بيك يا أخت في ريال إزايك أهلا بيك يا أختي العزيزة أماني أهلا بيك نشكر الرابع أنا بخير إن شاء الله تكونين أنت عزيزتي بألف خير الله يخليك ربي باركي ضرب المرأة هو مباح وتشريع من إله الإسلام في سورة النساء في القرآن ضرب المرأة مباح يعني بدون أي نقاش وبدون أي فتاو وبدون أي تجميل لكن الضوابط اللي ذكرها شيخ الأزهر أعتقد تحتاج إلى كتالوك يعني إله الإسلام هو ينزل نزل كتالوك مع ضرب المرأة إنه كيف تنضرب يضربها يروح يدور الرجل يقرأ الكتالوك حتى لا يأذيه لا يكسر عظم من عظامه أو يأذيه أي ياريت لألفون كتاب كتالوك ضرب المرأة حتى يمشي عليه الرجل ما هو ضرب لا هو بس يا فريال هو الكتالوك دهولهم محمد هو قال لهم ما تضربش وشها وما تعملش حاجة تزرقها وما تقبحاش وكده ولو يعني أنت متابعة جيدة للمرأة المسلمة من أهم الأمور في موضوع كيفية ضرب المرأة في الإسلام إنها إنها نوعية من الضرب يستخدمها الشخص المعنف اللي عايز يخبي اللي بيعمله ما يبانش للناس أماني كمي عفوا هو لما ده يضربها يكون منفعله يكون متعصب يعني راح يشوف طريقه وين ما تجي إيده على جسمه على وجه على عناية راح يضربه أي فأو يعني كيف ما يأذيه يضربه بوردة أم بتشو أم بيش يعني أريد أفهم ما هو أي فرشة السنين نعم فرشة السنين دي الجديدة نعم وبعدين قال هو دواء يعني معناته العصى لمن عصى فالظرف في الدول الغربية يا أختي أماني وحضرتك تعرفين ليس فقط ممنوع ضرب الرجل اللي زوجته أو ضرب الإنسان حتى ممنوع ضرب الحيوان أي ضرب الحيوان ممنوع الضرب يؤدي إلى أذى جسدي ونفسي ومشاعر وكرامة وبالعكس الضرب أمام الأطفال يؤدي إلى تفكك الأسرة أحياناً إلى تشريد الأطفال تشريد الأسرة وتمرين الأطفال إما على أنهم يبقوا مضربين أو ضربين يعني البنت ما تتضرب والولد ضارب يعني خلاص يتربوا على كده يشوف القدوة يشوف القدوة عبونه فهو أكيد يعني رح يتربى على هذا الشيء فالرب يرحمه والفتاوي أنا ما شايفه دين هش ومبني على باطل دائماً عنده فتاوي طلعون يعني الكتاب المقدس عمري أنا صار لسنوات أسمع قناة الحياة من الأخوة المباركين الخدام حضركي والآخرين أو الكرمة أو الغير ما حطلع فتوى وحدة على تعليم واحد من تعاليم المسيح له كل المجد لأن هو الإله الحقيقي القدوس وقال السماء والأرض تزولان وحرف واحد من كلامي لا يزول أمين ما في عندنا فتاوى أمين بس الفتاوى عندهم لأن إلههم ما إله حقيقي ودينهم ضحل وهش الرب يرحمه مصلي من أجله شكراً شكراً أختي الغالية ربنا يبركك في ريال أشكرك طيب شوف تكملة بقى الكلام في ريال خلينا نروح للفيديو اللي بعد كده اللي يعني بيحط بيحط الستات في وضع أنه هي تحتمل لأنه ده أخف الضررين خلينا نشوف نحن نستطيع أن نسميه رمز لجرح لكبرياء المرأة نعم حين لأننا نقولنا أن نشوز هو الكبر تكبر وهناك نوع من النساء حتى لو كان قليل أن لو استعمل معه هذا العلاج اللي هو الضرب الذي يرمز إلى كسر هذا الكبر طبعا ما فيش عقل يقول لا ما تستخدمش هذا وده هتتتمادى إلى أن يعني تقلب المعبد على رأسها ورأس معها لأن فضيلاتكم قلتم أننا نضحي بأخف الضررين بأخف الضررين أخف الضررين وفيه ستات ما تجيش غير بكده وفيه ستات ما ينفعش إلا أنهم يتضربوا على فكرة أنتم من دربتوا من النساء في المجتمع على كده يعني ده ده تدريب إسلامي لما أما الإله يقول أنه من حق الرجل أنه يضربها وأنه له حق التأديب حق التأديب أنت بتتجوز وحدة تربيها وتأدبها وغالبا ما يكون هذا الرجل محتاج هو نفسه تربية وتأديب أنت بتأدب اللي هتأدب ولادك يعني إزاي يكون في علاقة بين اتنين فيها تساوي وفيها محبة وثقة وهي على طول خايفة أنه يعني هيديها درس في الأخلاق وأخره يلتش على مين له حق التأديب المرأة في المجتمعات الإسلامية ما بتكبرش أبدا عايزة أقول أنه الستات اللي حضرتك بتتكلم عنهم وبتقول أنه فيه ستات ما تجيش غير بكده دول بيكونوا مرضى وعلاجهم مش ضربهم علاجهم أنهم يفهموا قيمتهم الإنسانية الحقيقية في عيون الله اللي خلقهم الله الخلق الحقيقي أما يتكلم عن الإنسان بيتكلم عن إنسان صنعه بمحبة ولهدف ولغرض ويتألم عندما نتألم مش بيدي واحد وحدة عشان يربيها أخاف الضررين دائما في مجتمعاتنا تحتملوا المرأة يقولك كده إنه إنه ضرق المفاسد يقدم على جلب المصالح تدرق المفسادة دي وإنك أحسن لو عملت كده لما أما الست ما تسمعش الكلام دي مفسادة فنضربها أحسن لإن ده هيكون في المصلحة إيس بقى على كده إيس على كده من الحاكم هنا هذا الزوج المعتدي المعنف اللي أصلا الإنسان المعنف بيكون مريض لا يستطيع أن يخاطب العقل فيقفل الباب بألمين السورة اللي احنا شايفينها دي ضرب الزوجة ليس فرد أو سنة لكنه أمر مباح لمواجهة الزوجة الناشز وكسر كبريئها وصولا للحفاظ على الأسرة من الضياع والتشرد عارفين في آخر الفيديو ده الشيخ قال إيه قال هي ضربت لأنها تكبرت وأنه الضرب ده الوحي الوسيلة الوحيدة اللي تخليها بيقول يجب أنها تنكمش حتى الألفاظ أنا بقول النهاردة الألفاظ اللي بيستخدمها هؤلاء دليل على الخافي في فكرهم ونظرتهم للمرأة والمجتمع ويجي في الآخر بقى يقول لك أنا يعني عايزة عايش تما ييجي اليوم اللي ما يكونش فيه ضربة خالص وإنه إنه إحنا نقدر نمنع ده وإنه نتحكم في ده وبقى يقول لك إيه للحاكم الحق في تغيير الأمر ويجي الحاكم يقول لك غير الأمر ده صلح المفاهيم الفاسدة اللي أنت لسه بتدرسها في في كليات ومدارس الأزهر وجماعات الأزهر وبتخرج عقول مريضة مريضة يقول لك غيروا نظفوا نقحوا تزعل وتوقف قانون الأحوال الشخصية خلينا نشوف الصورة اللي بعد كده أولا آسف أنا مش شايفة الصورة أوكي سو اللي أنا قلته هو يعني إنه من حق الحاكم إنه يغير القوانين دي ويغير هذه المفاهيم الأزهر هنا بيرحق نفسه يعني إيه أهو خلق الحاكم بقى طب تصرف إنت واجهي إنت الناس قريت قصة على تويتر خاصة بالموضوع ده واحد بيقول بنته دخلت كلية الإعلام من جديد وفي درس عملي كانوا بيتقابلوا مع مزيع متوسط الشهرة ما قالش هو مين كي والموزيع ده ابتدى يتكلم على موضوع الأزهر وعمر أديب وضرب المرأة وبيقول كده إنه بنته بتقول إنه تحول تحولت المحاضرة الإعلامية عن الأدوات الإعلامية إلى محاضرة دينية لإنه بتدى يوافق على إنه لقى الضرب مباح وإنه دي حاجة في الدين موجودة وبتقول لك بقت إيه البنت بتحكي لهم إنه دي بقت يعني مجدلة دينية فالبنت وقفت وقالت لا ده مش من حقك وده مش صح وأنا لا أقبل إن أنا أضرب وبعدين تطلعوا من ده وبتدوا يتكلموا بقى على إيه موضوع الفيلم بتاع أصحابه واللي أعز فبتقول إنه شباب عندهم يمكن 18-19 سنة رجالة ابتدوا يتكلموا بأقضر الألفاظ على الممثلات اللي موجودين في الفيلم ده وينتقدوا بمنتهى الشدة والأباحة في الكلام خريجي أزهر الأسادزة خريجي أزهر جابين الكلام ده منين حتى لو ما كنتوش في مدارس الأزهر الأزهر بقى المدرسة على التلفزيون والمدرسة في أركان الفتوى وعلى التويتر وعلى الإنستجرام وعلى كل مراكز الفتوى اللي ما افتحها لكو شمال ويمين اللي خلتكم أفكاركم تتجمد نحن في مجتمع يستخدم الجهل لصيد نفوس الناس خلينا نشوف في كان مقابلة تلفزيونية مع الأستاذة أميرة تنطوي بحيثة في شئون المرأة والطفل وأحد شيوخ الأزهر اللي اسمه الدكتور عادل المراغي وهو بيقدم نفسه كده لأنه عالم من علماء الأزهر الشريف خلينا نشوف الفيديو الأولي الأزهر هو حامي حمى الدين ولولا الأزهر حضرتك والله ما كناش نعرف نصلي وننصوم افهميني بس ما نزل حضرتك الأزهر ليس له داخل إنما خرجت علينا بعض الجماعات المتطرفة شوهوا صورة الدين بهذه الطريق نحن نقاتل على جبهتين حضرتك في الأزهر جبهة المميعين للدين وجبهة المتطرفين فبالتالي الأزهر جعله الله منارة في كل العالم الإسلامي الأزهر دلوقتي لما بيتكلم على حماية المرأة هل حضرتك أنت حضرتك أحرص على الأزهر الذي يدافع عن الدين من أكثر من ألف سنة طبعا مستحيل طب معلش أنا عايزك عايزك تعد لي الفيديو تاني علشان الكلام اللي في الفيديو ده مهم قوي إنك تعرفه الأزهر ده حامي حما المسلمين لأن المسلم ليس له الحق في أن يعني مش الحق ليس له القدرة اتسحبت منه قدرته إنه يحمي نفسه ويثقف نفسه وياخد قراراته بنفسه ده أنت ما كنتش هتعرف تصلي وتصوم من غير الأزهر طبعا أنتوا كنتوا تعملوا إيه من غير الأزهر هتصلوا وتصوموا إزاي وصل الإسفاف الفكري إلى ذلك خلينا نسمع الفيديو مرة تانية الأزهر هو حامي حما الدين ولولا الأزهر حضرتك والله ما كناش نعرف نصلي ولنصوم إفهميني بس معلزم حضرتك الأزهر ليس له داخل إنما خرجت علينا بعض الجماعات المتطرفة شوهوا صورة الدين بهذه الطريق نحن نقاتل على جبهتين حضرتك في الأزهر جبهة المميعين للدين وجبهة المتطرفين فبالتالي الأزهر جعله الله منارة في كل العالم الإسلامي الأزهر دلوقتي لما يتكلم على حماية المرأة هل أنت حضرتك أحرص على الأزهر الذي يدافع عن الدين من أكثر من ألف سنة طبعا مستحيل طيب فبس يعني شفتوا إزاي يقولها هو أنت أحرص على الأزهر على الناس من الأزهر اللي بيحامي عن الدين من ألف سنة طريقة التفكير دي يعني السيدة اللي كانت موجودة سألته في موضوع طبش معنى أنتوا يعني ما عملتوش كده في موضوع الطلاق الشفعي ليه أنتوا موقفين حتة الطلاق الشفعي فيعني الطلاق الشفعي مقارنة بضرب الزوجة أنتوا بتقولوا هاو يعني ضرب الزوجة مباح بس موقوف وما ينفعش أنه يتعمل كده طيب ليه ما انتوش واخدين موقف في موضوع الطلاق الشفعي ما انتوا أخدتوا مواقف بتقولوا كده انتوا أخدتوا مواقف من ألف سنة برضو وحزفتوها وغيرتوها الختان وغيره وغيره فقال لها ايه الطلاق من توابة الدين والإسلام كلمة وكلمة في الإيمان وفي الكفر والطلاق يعتبر من ثوابة الدين كلمة الطلاق دي تعتبر يعني دستور ما نقدرش نغيرها ويفضل الأزهر يناهض الموضوع الطلاق الشفعي اللي بتعاني منه مئات الألاف من السيدات والعائلات لحد النهاردة عشان الكلمة ليه لأنها ما ينفعش إنها ترتبط بقانون يصلح المجتمع هم عندهم ليه عشان يفضلوا الناس رحين جينا عليهم في الفتاوي ويفضل الأزهر هو مصدر القرار مش الدولة هي مصدر القرار مش القانون هو مصدر القرار الأزهر هو حامي حما الدين خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده الأزهر هو حامي كلمة رجال الدين كلمة خاطئة كلمة المستشريقين في الغرب مش عندنا عندناش رجال دينة عندنا علماء الدين ما الدين هم علماء الأزهر بس لا ما ينفعش يبقى عالم من حتة تانية ويبقى عالم دين هو دلوقتي محدش شوه الدنيا كلها غير المتطرفين الذين خرجوا علينا رجال الدين عند في الكنيسة لو عالم دين بحث في الدين وقرى كل شيء هو لازم يكون أزهري طب هو ممكن يبحث هو ويقصر وليه أهل الذكر لازم يكونهم الأزهر من كان من كان شيخه كتابة غلب خطأه صوابه يعني بمعنى إيه بمعنى أن المتطرفين الجماعات الإرهابية قرأوا من الكتب فضلوا طيب يقول لك هالممكن بيقول لك الأزهر وبرضو مصر أن الأزهر هو حامي حما الدين وبعين بتقوله بتقوله يعني حضرتك بيتكلم عن الشيوخ بتقوله الشيخ الفلاني لا لا إحنا علماء الدين إحنا مش رجال الدين رجال الدين دول في الكنيسة لكن إحنا إحنا علماء الدين فقلته طب الموزيع يعني الحقيقة في منتغى الزكاة ما ينفعش يكون فيه علماء دين بره الأزهر لا ما ينفعش طبعا ما ينفعش لأنه هما شايفين أنه التعليم ده يعني عايز أقول إيه الطبخة المسمومة دي محبوكة قوي في هناك فلازم يبقى هما المصدر بتاعها ما ينفعش يبقى حد تاني مصدر وعلشان كده بيقولك بيقول في الفيديو أنه إحنا يعني إحنا بنحارب على جبهتين الناس اللي بيميعوا الدين والناس اللي بيتطرفوا في الدين لا أنتو بتحربوا على سلطانكم الشخصي وبتستخدموا الكد والطقية لحد ما تقدروا توافقوا مع الناس اللي أنتو بتقولوا بيتطرفوا اللي أنتو بتقولوا أنه هما يعني دلوقتي بتقوموا الفكر الإرهابي على فكرة حقولكو سريعا حاجة سمعتها إمبارح اللي ما شافش حلقة الأستاذ إبراهيم عيسى إمبارح يعني أنا برجوكو الحلقة بتاعة 10 فبراير دي شوفوها لأنه أنا الأسبوع اللي فات عملت لكم حلقة عن فتاوة الأغبياء فقط والأسبوع ده إمبارح الأستاذ إبراهيم عيسى اتكلم في نفس سياق موضوع الفتوى لكن كان فيه إضافة أنا الحقيقة حبيت أن أنا أشاركها معكم بيقول كده أنه ابتدى بيقول أنه فيه إصدار من إصدارات جديدة للأزهر عملها المنظمة العالمية لخريج الأزهر مشروع سلسلة الرد على الفكر المتطرف كي فعايز يصححوا المفاهيم بتاعة الفكر المتطرف والحقيقة كلما قرأ سطر في الأمر وجدنا أن الأمر مصيبة كبيرة تغيير الكلمات اللي مكتوب بيها نفس الفكر المتطرف اللي بيقول أن الإسلام دين ودولة موجود برضو بس هو بيقوله بطريقة يعني إيه ملخبطة شوي عشان يلخبطك وانت بتقرأ فيقولك أنه أنه الإسلام بيحض الإسلام بيحض على المواطنة والمسوال كاملة في الحقوق فلانا ما لهم وعلينا ما عليهم وأنه الإسلام أول من وضع الأساسيات بتاعت أنه فكرة المواطنة يعني من أين لك هذا يعني أنا بسأل من أين لك هذا أنت بتقولي إزاي أن الإسلام عمل فكرة المواطنة دي وفين العهدة العمرية وفين الفرق بين الحر والعبد وفين الغذوات والزميين وكلام ده يعني إزاي إزاي فين أنك ما توليش حد كافر ولا مسيحي ولا غير مسلم عليك فين الكلام ده أسئلة كتيرة ما تتحكوش على عقول الناس الكلام ده بيتعمل علشان يودوا للرئيس يقولوا له بص يا رئيس وإحنا بنصلح وفي الآخر يقول لك الخلافة والدولة الإسلامية والإسلام دين ودولة ويخلي الدولة تبقى ويخلي الإسلام يبقى مسيطر على الدين أو الدين يبقى مسيطر على الإنسان وعلى الدولة كارثة يعني برجوكوا روحوا وشوفوا الحلقة دي الحقيقة حلقة من أحلى الحلقات اللي عملها الأستاذ إبراهيم عيسى مؤخرا اللي بيقول لك إنه الأزهر هو حامي حما الدين ده هو هو نفس كلام الشعراوي بصورة أو بأخرى الأزهر بيقول لك إيه إنه أنت يعني الأزهر ده هو الأحرص على الناس يعني أنت هتخافي على الناس أكتر من الأزهر اللي بقاله ألف سنة الشعراوي قال حاجة مشابهة جدا بقى في موضوع ضرب المرأة هنا الراجل ده بيتكلم على سلطان الأزهر والشعراوي هنا كان بيتكلم على سلطان إله الإسلام اللي اداهم السلطان ده فالمزيع بيقول له هل ضرب المرأة فرحبا سيسته كده قال له أمر به الله الأم لم يأمر هو أنت أحن منه على خلقه طب قال له طب إيه حدود الدار قال له حدوده إنه للشجب للشجب اللي أفعلها وعدم الرضا بيها آه يضربها هو كده بس خلي بالك من الفكرة هو الدين قال إيه هو أنت أحن من الله على خلقه ما هو كده ودي الفكرة اللي عيشنا بيها إذا سمح إلهي أني أني أضرب وأتهان بإمضاؤه قالوا مع الأزهر وغيروا ليه شفنا من فترة بسيطة مبروك عطيه وهو بيقولك النساء معروفين بالمبلغة في الشكوى فاكرين عملتلكم حلقة على الموضوع ده دي الفكر إحنا عارفين كده من زمان مين اللي بيقول أنه ما كانش فيه ضرب أيام النبي أرجع أقولك افتكروا لا كان فيه ضرب في أيام النبي النبي اللي أنتو خدته منه كمصدر هو والقرآن مش كده يعني لازم ننتبه للمصادر ونية هؤلاء الشيخ اللي كان بيتكلم ده كان في مقصوده على بما يعود دين إسلام البحري وعلى فكرة بيشبهه بالإرهابيين حطه في نفس الكاتجوري لأنه اللي بيقول الذين أضلوا وأضلوا وبيتكلم عن موضوع إسلام البحري على أنه بيضل للناس إيه إسلام حكاية إسلام البحري إيه إسلام البحري دخل عمل المداخلة وقال إنه إنه الصورة دي الآية دي نزلت في ظرف معين لكنه لم يخبرنا ما هو هذا الظرف وقال دليله وقال إن النشوذ هي الخيانة وطبعا يعني يعني أنا معا اللي قاله إن ده ده مش صح إنت جبت مني المعنى ده والتفسير ده معنى كلمة ناشز هو الناشز من النتوء والارتفاع واحدة بترتفع بتتطول على جزء بيتها بغير واجه حق مثلا دي من الحاجات اللي موجودة في المعجب شوفوا يجب إننا نواجه الحقيقة لكن ما تواجهش الحقيقة بكتبة يعني عايز ما تميعش الأمور قول إن ده غلط وخلاص انت انت زعلاني الشيخ الأزهر قال كده الشيخ الأزهر ما جابش حاجة من عنده ما جابش حاجة من عنده الأستاذة مايا مورسي أعتقد في مجلس حقوق المرأة أعتقد هي الرئيس في مجلس حقوق المرأة أو حاجة زي كده قالت كده عبارة زنب الستات في رقبة شيخ الأزهر وقالت الكلام ده على برنامج عمر أديب أيوة عندها حق فحصل إيه بقى بمجلة صوت الأزهر عملت الصفحة اللي انتوا شايفينها دي وحطت فيها مش عارفين حطين تقريبا 11-12 خطأ عملوا عمر أديب في حق الأزهر والحقيقة اللغة في الكلام يعني منتهى الاستهزاء به وبضيوفه وكل اللي تكلمه ويقولك إيه وإنه أزاع أخبار كاذبة عن تبني شيخ الأزهر للضرب هو اللي بيقولك إنه مباحي بقى متبني ولا مش متبني لا متبني ما يقدرش ينكره بتتحكوا على مين وإنه شوه رأيي الإمام الطيب وتجاهل قوله القاطع في تحريم العنف الأسري لا لم يشوه عمر أديب قال ما قالوا الشيخ حرفا مش بس كده عمر أديب قال ما قاله الإسلام و الكتب التراث حرفا بتتحكوا على مين خلي يعني بعد كده يعني متهمين بقى إنه أشع مناخا من القراهية وهدد السلم الاجتماعي بإثارة فتنة بين الزوجات والأزواج وبين النساء ومؤسسة الأزهر أنا مش فهم يعني بقوا اقروا التفنيدات علشان خلاص أنا وقتي تقريبا خلص فبقوا اقروا التفنيدات اللي كانت بينها دي دي ناس بتختلق إرهاب فكري ونفسي لواحد مزيع عرض قضية والناس ده تجاوبت معاه وقالوا رأيها رأيهم فأنا أسفة ده مش رأي عمر قديد ده كلامكم أنتو والناس ردت عليه خلينا نشوف في الصورة رقم 9 عايزة تنقل لموضوع ما ينفعش أن أنا أسيب الموضوع ده موضوع المستشار بوليس فهمي اللي عينه الرئيس السيسي أول رئيس للمحكمة الدستورية في مصر يعني الحقيقة أن ده خطوة تحترم جدا وخطوة في صالح المواطنة والدولة المدنية والقوانين والدستور اللي يضمن حق المواطن في يعني الحقوق والواجبات لكن المواطنة والدولة المدنية والقوانين والدستور بيقول حاجة والإسلام يقول شيء آخر وهنا أيضا سكوت عن الكلام المباح ليه بقى لأنه الرأي الحقيقي للإسلام النهار ده احنا شايفين أن ده قرار تاريخي مش كده لكن الرأي لل الحقيقي للإسلام أنه أنه ده لا يستقيم ابن القيم كده بيقول في أحكام أهل الزمة لما كانت التولية شقيقة الولاية كانت تولياتهم يعني أهل الزمة نوعا من توليهم وقد حكمت حكمت عالب أن من تولاهم فإنه منهم ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم والولاية تنافي البراءة فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإزلال الكفر أبدا والولاية صلة فلا تجامع معادات الكافر أبدا الخلاصة من ده يا جماعة أنه هذا الفكر هو اللي بيقولك أنت ما توريهوش وما تقدرش تحبه كمان مش بس كده ما تقدرش تحبه ما تقدرش تدينه نفس الحق لأنه مختلف عنك ما ينفعش أنتم الأعلون مش كده أرجع أقول نشكر ربنا أنه في قرار زي ده حصل أنا سعيدة أنه التغيير ده يحصل في مصر وأنه تفاعلات الناس العاقلة كانت تفاعلات جميلة جدا مع الموضوع ولكن قرار تاريخي فعلا لكن هل هو قرار غير عادي لا مش غير عادي ده حق وكان متأخر شفنا رأي الإسلام إيه في ولاية غير المسلم على المسلم وسؤالي وتحذير للجميع هل اتجاه الدولة لده هيجعل أرض مصر دار حرب سؤال وتحذير الشخص ده شخص أمين أختير لحكمة والشخص ده ممكن يصبح رئيس مصر مؤقتا في أي وقت من الأوقات وده يبقى من حقه وده يبقى عدل وده يبقى طبيعي بيحصل في كل دول العالم لكن في أرض الإسلام هل المسلمين هيقبلوا ده ولا لأ آن الأوان للتغيير الحقيقي اللي أنا قلته ده يعني ما هواش إلا يعني تحذير لأنه هناك الكثير من المباح الذي يسكت عنه لكن هل كل مباح جيد المباح ليك هل هو كله جيد فهو مباح للمسلم أن لا يولي المرأة والكافر مثلا مش كده هل ده جيد ولا لأ هل ده صالح ولا لأ هل ده فكر في أمانة ولا لأ عايزة أقول أنه الكتاب لما بيقول أن كل الأشياء تحل لي ولكن ليست كل الأشياء تناسبني ده بيقول أنه الإنسان يختار أنت في شق من ده أنك عندك اختيار تختار الصالح أو تختار الطالح لكن ده شق من تفسير الآية أنا شايفها كده النهاردة ولازم الإنسان يكون له اختيار أنا اختياري النهاردة اللي عايزة أقوله لكم أنه لا يجب أن نصمت الصمت عن الحقيقة كد والصمت عن الحقيقة صمت غير أخلاقي لأنه عندما نصمت يملأ الكذب الفراغ إن لم تملأ الحقيقة الفراغ سيملأ الكذب الفراغ ولا يجب أن نصمت على الظلم والإجرام والإجحاف والتعمية الموجودة في التعليم الإسلامي اللي عايزة تغطي في الآخر على حقيقة محبة الله للإنسان وعدل الله الحقيقي مع الإنسان وحق الإنسان رجل امرأة طفل كبير صغير حقك في حياة كريمة منح عليك الله المحب كل ما سبق كل ما سمعته لم يكن من فكرة الله الحقيقي أبدا ولا يمكن أن يصدر عن إله يحب البشر أنا بدعوكم لمعرفة محب البشر الحقيقي يسوع المسيح أشكركم وبصلي أسبوع سعيد لكم وعيد حب سعيد للجميع إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر